مرة تانية في نفس الهيكل أحضروا امرأة أمسكت بذات الفعل وهي تزني في بشارة يحنى إصحاح تمانية وكان طبعاً الارجيمنت كان الجدل بتاعهم أنه موسى أو صانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت طبعاً إذا أنتوا مش مؤمنين برسالة يسوع المسيح فمن نفع من هذا السؤال أنه أنت شو رايك موسى أو صانا أنه لازم نرجمها بس أنت شو بتتكلم وطبعاً هني عارفين أنه الأمر كله فيه خداع فيه رياء مبرقع فيه عدالة عرجاء فيه مظاهر وأشكال التدين الخارجي طبعاً أرادوا أن يجعلوا من هذه المرأة وقوداً لتغذية نيران حفظهم عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح بأي شكل حتى لو بدي يغير الدين حتى لو بدي يستخدم الدين حتى لو عاوز يكون تاجر الدين بس أنه يتخلص من هذا الشخص أو الشخصية اللي بتأثر على حياتهم وعلى سلطتهم وعلى مكانتهم فطبعاً لو قال يسوع ارجموها كان خسر شعبيته مع اليهود لو قال لا ترجموها بيكون كسر لوصية أو لنموس موسى ولكن المسيح انحنى وابتدأ يكتب على الأرض والظاهر أنه ضمائرهم تبكتت الدليل أنه خرج من الكبير للصغير وقف يسوع أمام هذه المرأة وناصر ضعفها ووقف معها في محنتها وسألها سؤال في الصميم أما دانك أحد قالت لا يا سيد مع أنها واقف أمام الديان مع القداسة المطلقة مع الطهارة مع النقاوة حتى السماء غير طاهرة قدامه لكنها وقفت أمام يسوع المسيح ثم قال لها يسوع ولا أنا أدينكي اذهبي ولا تخطئ حاولوا سواء في الدنار أو في المرأة الزانية أنه إلا قعلة على يسوع المسيح ولكن المسيح لم يضغط عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا تقليديا مرة أخرى أحبائي حتى التلميذ سألوه لما دخل وشافوا بقريب من الهيكل قريب من بركة سلوام شخص مولود أعمى فسألوا يسوع يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى في مصيبة في حياة هذا الإنسان وبحسب التقليد اليهودي هاي المصيبة مش ممكن إلا عم بيدفع ثمن عم بيحصد شيء معين يا أبو إمه أخطأوا عم بيحصد ثمن خطيتهم أو إنه هو هذا الشخص خاطئ وعلى فكرة هذا كان حكم الفرسين أنت بجملتك ولدت بالخطية أنت جاي تعلمنا فأكدوا على هذا المضوع ولكن جواب المسيح برضو يعني جواب في غاية الحكمة قال لهذا أخطأ ولا أبواه حيث أنه ولد أعمى ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل ما دام نهار قبل طبعا ما ييجي الليل فإذن في فرصة زمنية والرب يسوع أكد لليهود أو للتلاميذ اللي سألوا اللي حكموا على هذا وفعلا أنه هذا الشخص اختبر يسوع في نهاية الإصحاح في يحنى 9 طبعا القصة تقول أنه قال تفل يسوع على الأرض وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوام اختسل ورجع أتى بصير وقامت المظاهرة الكبيرة أنه المعجزة كانت في يوم السبت ولكن عندما ترد هذا الذي شفي من العمى فوجده يسوع وسأله أتؤمن بابن الله أجاب وقال من هو يسيد لأؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو وبعدين ابتلا يتكلم عن العمى الروحي والعمى الجسدي لدينونة أتيت إلى هذا العالم واعترضوا رجال الدين قالوا ألعلنا نحن أيضا عميان مع أنه قال هذه العبارة عميان وقادت عميان فسألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية ترجمة نانسي قنقر